المرابطون تحت 23 سنة في أول لقاء رسمي ضد المنتخب المالي على أرضهم وأمام جماهيرهم في إطار تصفيات المؤخلة لبطولة الأولمبياد العام المقبل في مدينة الريودا جنيرو البرازيلية المدرب مصطفى صالف ثاني اختبار له بعد نكسة ملعب محمد الخامس كان حريصا كل الحرص على الخروج بنتيجة تخدمه وتعيد له القليل من ماء وجهه شوط اللقاء الأول بدر أصحاب الدار بالهجوم لكن بدون جدوى رد الضيوف لم يتأخر لكن وبدون جدوى أيضا ليسيطر الماليون بعد ذلك على منطقة وسط المنتخب الوطني يتحكمون في مجريات اللقاء في ربع الساعة الأول من شوط اللقاء الأول الظاهر الأيمن المنتخب الوطني مامانياص كان هو المزعج الوحيد لدفاعات الماليين صحبة بيدل سالم الذي لم يهدأ له بال طيلة اللقاء من خلال الدغط على دفاعات الخص ليعلن الحكم المغربي صافرة نهاية شوط اللقاء الأول بدون أهداف تذكر شوط اللقاء الثاني بدى واضحا أن المدرب مصطفى صل اكتشف أن منطقة وسطه ليست في أفضل حالتها ولذلك لم يعد بيجي سالم معزولا كما حدث في شوط اللقاء الأول هي هجمة سريعة بدها علي عبيد مرورا بلعب الارتكاز يحيى دله وانتهاء بتمررة حاسمة من وراء ظهور المدافعين من رأس الحربة بيجي سالم المهاجم نياص الذي لا يخطئ الشباك حين يكون في مواجهة الحارس ليتقدم المتخب الوطني بهدف دون رد المدرب المالي لم يستسلم بعد ذلك وأجرى عديد التغييرات التي أعطت نفعا بعد ذلك من خلال عديد الهجمات والضغط على دفاعات المرابطون مما تسبب في ضربة جزاء في آخر دقيقة من عمر اللقاء نجح المهاجم التراوري في إيداعها في شباك الحارس محمد صلاح الدين ليعود الماليون أدراجهم بتعدل إيجابي في انتظار مباراة العودة يوم السبت القادم على أرضهم ويواصل تحضيراتهم التي بدأوها منذ قرابة ثلاثة أشهر بينما المنتخب الوطني اكتفى بالتربصي أربعة أيام فقط